أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند تريند عايز أبدأ بس الأول فقرة تريند تريند بتقديم التهنئة للشعب المصري بشكل عام والرياضة المصرية ولكل المهتمين بكرة اليد المصرية بعد الإنجاز الطيب اللي اتحقق بالأمس والفوز بكأس الأم الأفريقية لكرة اليد إنجاز طيب وإنجاز عظيم لأن فريق كرة اليد أصبح ممثل للرياضة المصرية بشكل مميز جدا وهنا لو هبدأ أتكلم على الإنجاز ده اتحقق بسبب مين؟ عندي أسماء وعندي رموز كان لهم دور كبير جدا في ريادة كرة اليد المصرية على المستوى الإفريقي وعلى المستوى الدولي لأن الناس دي بتشتغل بتخطيط فوز مصر بكأس أم إفريقيا لكرة اليد مبارح ده ما كانش وليد الصدفة مصر فازت بالبطولة دي للمرة التامنة يعني فوزنا بيها 8 مرات يمكن الرقم القياس الأكتر للمنتخب التونسي 10 مرات والجزائر خادتها حوالي 7 مرات لكن التخطيط اللي بيحصل لكرة اليد المصرية في آخر 20 سنة ده اندل على شيء بيدول أن فيه شخصية عظيمة اسمه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الراجل ده عارف يخطط لكرة اليد المصرية بشكل مميز جدا على مدار سنوات عديدة وحط لوايح والقوانين بتتنفذ على الكبير قبل الصغير عشان كده بنشوف منتخب بيفوز بالبطولات الإفريقية بيتأهل دايما للدورات الأولمبية وبيشارك بشكل رائع جدا فيه بطولات كأس العالم خلال السنوات الأخيرة دلوقتي الطموح بعد الفوز بالبطولة بالأمس أن احنا لنافس على كأس العالم اللي جاي بإذن الله لأن معظم الجيل اللي موجود في منتخب مصر دلوقتي فاز قبل كده بكأس العالم للشباب في الفترة السابقة فيها كل التحية والتقدير لأسرة كرة اليد المصرية سواء في الاتحاد المصري أو حتى الرموز اللي موجودة في الاتحاد الإفريقيا والاتحاد الدولي على التخطيط الجيد لكرة اليد خلال السنوات الأخيرة واللي دلوقتي بنشوف نتائجه بالأداء الرائع والنتيجة المميزة اللي اتحققت بالأمس على فريق الرأس الأخضر بتكسب الرأس الأخضر، بتكسب تونس، بتكسب الجزائر هتلعب كأس العالم والناس كلها طموحا أن يكون المنتخب في مرحلة نصف النهائي إن شاء الله بإذن الله نشوف نتائج مميزة جدا من هذا المنتخب وكمان كأس الأم الأفريقية المغبلة هتتنظم في مصر وهي بطولة عام 2024 هتكون مؤهلة بإذن الله للدورة الأولمبية في باريس صيف عام 2024 فكل التوفيق وألف مليون مبروك لأسرة كرة اليد المصرية وللشعب المصري على المشهد الرائع اللي شفناه بارح بالأمس في نهائي كأس أم الأفريقية لكرة اليد ترجمة نانسي قنقر